الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار دين مصطفى لا سيعمى النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام لبيته العظام المستقنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام الآن عندنا المغني بلغنا في المغني قال وإذا وجد المتيمم إذا وجد المتيمم الماء إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل وإن كان جنبا واستقبل الصلاة هذه مسألة مهمة جدا وهذه مسألة ما بعدها أيضا من المسائل كلها ترتكز على المسألة العظمى التي تكلمنا عنها وهي اختلاف العلماء هل التيمم رافع أم هو مبيح؟ هو رافع للحدث أم هو مبيح؟ أيضا هذا الحكم يؤثر تأثيرا إيجابيا على هذه المسألة هل هو رافع أم مبيح؟ نعم المشهور في المذهب مذهب الحنبلة أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء باطل تيممه حتى لو في الصلاة والمعنى أنه لو كان في الصلاة بالتيمم ثم سمع خرير الماء أو وجد الماء فإن هذا يبطل صلاتهم عليكم السلامة وعليكم السلامة قال المصنف المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء باطل تيممه سواء كان في الصلاة أو خارجا منها وهنا قياس الخارج على الذي في الصلاة عليكم السلامة وعليكم السلامة وعليكم السلامة فإن كان في الصلاة بطلة لبطلان طهارته ولأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلزموا استعمال الماء فيتوضى إن كان محدثا ويختسل إن كان الجنبان هذا قال الثوري والشيولة وأبو حنيف وهذا قاله أيضا المزني من الشفعي وقال مارك والشفعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها وقد رؤي ذلك عن أحمد إلا أنه رؤي عنهم ما يدل على رجوعي قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي في صلاة عنه ثم تدبرته فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج وهذا يدل على رجوعي عن هذه الرواية واحتج بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الراقبة بعد التلبس بالصيام والحق عندهم أدلة من قال بذلك عندهم أدلة كثيرة غير هذا الذي ذكره المصنف والأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدراته تتوقف على أبطال الصلاة ومنهي عن أبطالها بقوله تعالى ولا تبطل أعملك الحق نقول أدلة من قال بأنه لو كان في الصلاة بالتيمم ووجد الماء وتأكد من وجوده لا يخرج عندهم أدلة كثيرة من هذه الأدلة قالوا هنا استصحاب الاجماع استصحاب الاجماع والمعنى هنا قالوا استصحاب الاجماع والمعنى هنا أن الاجماع لمن لم يجد الماء بأنه يتوضى بأنه يتيمم ويصلي فقالوا نستصبح نستصبح هذا نستصحب آسف نستصحب الإجماع الماضي على صحة الصلاة بالتيمم لأنه لم يجد الماء فتيمم فصله نعم فيستصحب التيمم في هذا ماء الباب ويبقى مستمرا في صلاته واستدل على ذلك أيضا بأنه يغفر في التابع ما لا يغفر في الأصل أو يغفر في الاستدامة ما لا يغفر في الأصل يغفر في الاستدامة ما لا يغفر في الأصل والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان يضع على مفرق رأسه المسك الطيب والمحرم ممنوع منه فيحرم ويسير الطيب من عليه ويكون هذا باب يغفر في الاستدامة ما لا يغفر فيه في الأصل في هذا الباب وأيضا من ذلك هو القياس من الأدلة على ذلك أيضا القياس على الصيام في مسألة الكفارة بأنه لو تلبس بالصيام ثم ورث مالا أو جاءه مال يعني ملك الرقبة لا يذهب من الصيام إلى الرقبة فهنا قياسا على المكفر الذي تلبس بالصيام ثم أي صرع فهل ينتقل للرقبة أم لا باتفاق أنه لا ينتقل إلى الرقبة وأيضا استدلوا على ذلك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وأيضا في مشقة الخروج في هذا الباب إذن عنده كثير من المسائل من الأدلة يستدلون بها قال صاحب المؤنين ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يارد الماء عشر سنين فإن وارد الماء فأمسه جلدك يعني قال أن الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يارد الماء ولو لعشر سنين فإن وارد الماء واجب عليه أن يستعمل الماء فليمسه بشرته ده لب مفهومي أن الماء التامم يكون طهورا لهم إلا ميرد الماء فإن وارد الماء فلا تهور لهم والآية صريحة بدأك فإن لم تارد ماء فأتمم صعيدا طيبة لكن لابد أن نقول لابد أن نقول أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا مفرعة عليها الباب في هذه المسألة هي حقا متوقفة على النزاع الأصيل في هذا الباب هل التامم رافع أم هو مبيح لكن أيضا الاتفاق لأن هذه المسألة أيضا لابد أن نفهمها الاتفاق على أن وجود الماء مبطل للتامم لو سواء كنا رافع أو كنا أنه مبيح فإن المسألة هنا عائدة على أن وجود الماء مبطل للتامم ووجود الماء مبطل للتيمم هذا الناظر في هذه المسألة فلذلك هذه مسألة مبحوثة خاصة هذه المسألة يبحث فيها خاصة على مسألة أنه وجد الماء فقال هذا يبطل للتيمم ويخرجه من الصلاة أم لا عليكم السلام قالوا دل بمفهومة على أن لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقها على وجوب إمساسه جلده أو وجوب إمساسه جلده عند وجوده لأنه قدر على استعمال الماء فبطل تأممه كالخارج من الصلاة همنا أيضا يقولون نحن نقيص خارج الصلاة على داخل الصلاة لأننا بالإجماع خارج الصلاة أنه لو وجد الماء بطل تأمم ولا يستطيع أن يبتدئ صلاة إلا بالتأمم قلنا هذا فيه فارق يعني هذا القاس فيه فارق لأنه الابتدى غير الاستدامة ولأن الشرع جاء أحبك الله أحبتنا فيه ولأن الشرع جاء بأنه يغطفر في الاستدامة ما لا يغطفر في الأصل في الابتداء يغطفر في الاستدامة ما لا يغطفر في الابتداء والقياس هنا القياس ظاهر أنه من تلبس بالصيام وأيسر بعد ذلك فإنه يبقى على الصيام لأنه ابتدى بالصيام وهنا ابتدى بالتأمم فيبقى عليه لأنه هنا كما قلت أخف في هذا الباب ولأنه دخل في أمر على ما اتقل اتقى الله فيه على ما استطاع فانشغل بالفرض على هيئة جاء الشرع بإقرارها لذلك استصحاب الإجماع كان قويا في هذا الباب زيكو قالوا لأن التأمم طهارة ضرورة شوف هنا النزاع رجع إلى ما قلت لكم ولأن التأمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها ونحن فصلنا القول قبل ذلك أو بينا بالدليل الراجح المبين على أن التأمم رافع للحدث ليس مبيحا بل هو رافع للحدث وأن البدل ينزل منزلة المبدل منه إلا ما جاءت القرينة الخارجية تمنع ذلك يحقق أن التأمم لا يرفع الحدث كما قلناه الآن راجع للنزاع وتكلم فيه وأن النزاع هل هو رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة ولأنهم لما قالوا طهارة ضرورة قالوا هو مبيح للصلاة فقط فقط مبيح للصلاة وهذه مسألة كبيرة قد تكون هذه المسألة من مضايق الخلاف ولكن ابن المنزل يرى بأنه اتقى الله ما استطاع وأنه يغتفر في الاستدامة مما يغتفر في الابتداء فيجوز له أن يكمل الصلاة بهذه الطهارة هنا يقول أنما أبيح للمتيامم أن يصلي مع كونه محدثا لضرورة العجز عن الماء يعني جعله إيش جعله مبيحا ما جعله رفيعا للحدث فإذا وجد الماء زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالأصل يعني نرجع إلى مكان هو عليه رجل الله عنك فضيلة الشيخ حت نفع الله بك وإحسن الله عليك ورفع الله مقامك وإحسن عليك أمرك نسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك ويبارك في الشيخ هذا سيدنا وسيد الناس متع الله به رجل الله عنه ونسأل الله جل في علاء أن ينفع به الأمة الإسلامية رغمت الهنوف وشاهد الوجوه وهو سيد الناس حقا رجل الله عنكم جميعا اللهم أمين ربما فهنا ظهر الأمر على أن أصل النزاع بين العلماء في هذه المسألة وارد وظاهر جدا هو هل هو رافع أم هو مبيح والأدلة سردناها كثيرا على أنه رافع الحدث لأنه من ناحية الأثر ومن ناحية النظر من ناحية الأثر قال طهور إناء أحدكم والطهور هنا معناها الذي يرفع الحدث كما قال النساء طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسره سمعا وهنا قول النساء الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم فصار الطهور هنا هو الرافع للحدث ولأن الإناء من يكون عليه نارس أو حدث في هذا الباب فإذا نقول بأنه رافع للحدث بالنص الصعيد الطيب طهور المسلم هو أيضا من ناحية النظر البدل يأخذ حكم المبدل منه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل للإنسان تيمن في كل صلاة لما قال له عمار بن ياسر كنت وعمر فأجنبنا وقعت الجنابة فينا فأجنبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر قال تمرت كما تمر الدابة ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أقره نفسنا وعلمه كيف التمم الصحيح ما قال له في كل صلاة تتيمم وتأخير البيانة عن وقت الحاجة لا يجوز فالصحيح أنه رافع وليس مميح وهنا هذا أصل مادة النساع بين العلماء لكن كما قال بن المنذر في الأشراف وفي الأوسط في هذا الباب أنه يكون رافعا وأنه إن دخل في الصلاة بالتيمم ووجد الماء لا يخرج ويغتفر القاعدة الفقهية مهمة جدا في هذا الباب ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء ولأن هذه المسألة كما قلنا لما كانت على وجهها الصحيحة المنطبق بالوصف على قدر قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقد اتقوا الله ما استطاع فإنه يسقط عن الفرض وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعندنا هنا حاضر ومبيح والحاضر يقدم على المبيح الحاضر لا تبطلوا أعمالكم المبيح الذي يقول إذا وردت الماء فأمس جلدك قلنا نعم يمس جلده إن كان ابتداء ولذلك قلنا له إن وردت الماء قبل أن تبتدئ لا يجوز لك إن شاء الصلاة إلا أن تغتسل وأن يمس الماء جلدك لماذا؟ لنص كلام النفسان فليمس بشرتها أما إذا انشغلت ذمته بما آت به بالمستطاع في الوصف وكبر ودخل في الصلاة قلنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء هو هنا يفرق بين الصيام وبين الصلاة يقول ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول إيش فرق بينهما فرق بينهما بالمشقة فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا وهذا كلام أيضا فيه نظر نظر كبير جدا 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 في هذا الباب لذا قلت هذه المسألة وقلت بأن المشقة فرقت بين الصيام والصلاة نقول عندنا الجوامع والموانع للفوارق فالجامع بين الصلاة والصيام في هذا الباب هو الأقوى لا المانع كيف ذلك هم يقولون الجامع في القياس عندنا حتى نقول بالإلحاق الجامع التلبس قد تلبس بالصيام ولما أيصر ما قلنا له كفر بالإطق ما قلنا له كفر بالإطق وأما التلبس بإيش هنا بالصيام قلنا هو تلبس بالصلاة أيضا فقلنا له إذن عليك أن تستمر كما قلتم باتفاق لأنه حمل المختلف فيه على المتفق المتفق عليه تفق عليه أنه لو تلبس بالصيام وأيصر ليس عليه الإطق هذا أصل لما لما لأنه قد اتقى الله ما استطاع الثاني في النظر في هذا الباب أن نقول له المانع الذي منع عندك أنك قلت الصيام فيه مشقة فلا نخرجه منه لأنه سألحقه مشقة بالإخراج منه والصلاة ليس فيها مشقة أن يخرج قلنا لا هذا فرق غير وارد غير وارد وإلا فالمشقة تختلف من شخص الأخ فيها ليست منضبطة ولذلك أشوف لما لما قال بالقصري أعلها أو جعل العلة للقصري هو السفر لا لا المشقة للمشقة حكمة وغير منضبطة فلما كانت غير منضبطة لم يتعلق الحكم بها تعلق بالسفر فلذلك هذا الباب كما نقول أن الموانع أقوى من الجوامع الموانع أقوى من الجوامع لذلك نقول قول الجمهور أولى وأوقع وأصح لا سيأمى بتنفيذ قول الله تعالى ولا تبطلوا وارد في القاعدة الصحيحة فنقول يتم هذا الباب وقولوا منه غير قادر غير صحيح فإن الماء قريب وألاته صحيحة والموانع منتفي وقولوا وقولوا منه منهي عن ابطال الصلاة قلنا لا يحتاج إلى ابطال الصلاة بل هي تبطل بزوال الطهارة كما في نظائرها قلنا هنا قف كلامه صحيح جدا إذا قلنا بابطال الطهارة مع وجود الماء نقول هذا صحيح إن لم تنشغل ذمته بالفرط على وصفه إن لم تنشغل ذمته على الوصف فهو في الوصف الآن منشغل بالذم على ما أمره الله جل في علاة تقول الله ما استطعته فلا تنشغل ذمته فتأممه صعيدا طيبا فانشغلت ذمته بالصلاة على الوصف الذي أمره الله به فلا تبطل وهو في الصلاة فإن خرج بطلت فإن خرج بطلت نعم وكما قلنا أصلها في هذا الباب يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء فإذا ثبت هذا فمتى خرجها فتوضأ ألزمه استئناف الصلاة وقيل فيه وجه آخر أنه يبني على ما مضى منها كالذي سبقه الحدث طبعا هذه مسألة خلافية هذه مسألة مسألة خلافية المسألة الخلافية هنا في هذا الباب هو أنه إذا أحدث وهو في الصلاة استأنف أم يبني على ما مضى في حديثنا يتمسكون نبيه في سنة أبداود عن عيشة رضي الله عن أرضاه وحديث ضعيف بأنه إن ذهب فتوضأ فلم يتكلم يرجع فيابني على ما مضى وهذا الحديث الوحيد صحيح أستاذ الوحيد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وكبر وكبروا معه تذكر أنه كان جنوبا الحديث لم يثبت أنهم كبروا أو لم يكبر دخل أم لم يدخل ولو قلنا بذلك ولو قلنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اغتسل أنتم تقولون بانا وأنه أقول استأنف ائتون بالدليل أنه بانا دخل في قرأ بدون أن يكبر الحديث أبهم ذلك لم يبينوا والاحتمالية وردة والاحتمال إذا تطرق إلى الاستدلال سقط إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال وعندما يسقط الاستدلال نرجع للأصل والأصل أنه لا بد أن يبتدئ بتام الشروط والأركان وأصل الشروط هنا أن يكون متطهرا وأصل الشروط هنا أن يكون متطهرا في هذا الباب طبعا أنا يعني كان لابد أن أوقف الدرس وأتكلم على فضيلة سيدنا وشيخنا الفاضل الكريم العالم النبيل فضيلة شيخ الحويني لكن هو فضيلة شيخ حاتم أكيد يعلم أننا بهذا نعمل بوصية الشيخ يعني حتى لو استمرنا في الشرح فهذه يعني عمل بوصية سيدنا وشيخنا وهي في مزال حسناته كام له وكام له علينا وعلى جميع الطلبة من فضل كام له من عمل لحفظ السنة ولرفع السنة جزاء الله كل خير والله يا سمراء أنا أعرف أنك الأمر صعب عليك بل صعب على كثير من الطلبة الآن لكن هذه مسائل مسائل أنا أراها من مضايق الخلاف فكان لابد من تحليلها أصوليا حتى تظهر جليا المسائل المهمة جدا مسألة إذا وجد الماء وهو يصلي أيخرج أو لا يخرج قال والصحيح أن لا يا ابني عمتا نصبري وصابري مع الصبر فتح الأبواب كلما صدق المرء ربه كلما فتح الله له بابه وصحيح أنه لا يبني لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التأمم فلا جوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها ولا جوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل إتمامها وكذا نقول في من سبقه الحدث وإن سلمنا فالفرق بينهما أن ما مضى من الصلاة بنى على طهارة ضعيفة هاهنا لم يكن له البنى عليه كاتهارة مستحاضة بخلاف من سبقه الحدث والصحيح كما قلنا في الإلحاق أنه يكون ضعيفا فلا يتم يابد أن يستأنف يعني هو لو قلنا بقول الحنبلة وخرج من الصلاة واغتسل إن كان جنوبا قبل لا تيمه أو كان الحدث أصغر فتوضى فإنه لا يبني هذه طهارة ضعيفة فعليه أن يستأنف والحق أننا لو قلنا بالبنى شوفونا بقى الآن هو ليش خرج منها ليش خرج منها صاحب المغني لأنه لو قلنا بالبنى قد اعتمدنا ما سبق وإذا اعتمدناها قلنا إذن لماذا لا تعتمده كلياتها ترى ما اعتمدته في البدا قال اعتمدته في الابتداء لأنه طابق الوصف قلنا إذن ابتدى وانشغلت ذمته بمطابقة الوصف يغطفر في الإسلام مما لا يغطفر في الأصل وإذا قلت بأن الصيام يصح مع وجود اليسار بعدما ورث المال من أجل المشقة قلنا بإذن العلة خارجية فإذن في العلة الخارجية هنا قلنا يغطفر في الاستدامة ما لا يغطفر في الابتداء يغطفر في الاستدامة ما لا يغطفر في الابتداء في هذا الباب قال وفصل والمصلع على حسب حاله بغير ودو ولا يتيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو طرابا خرج منها بكل حال لأنها صلاة بغير طهارة ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء والآن جعل فرعا عليها فرعا على الأصل أنه صلى حسب حالي وتعلمون أيضا أن جميلة الآن يقولون أن الصلاة لا تسقط إن لم يستطع على فقد الطهورين يعني إن لم يستطع فليصلي حسب حالي والخلاف الفقه بين العلماء هل يعيد أم لا كل الجمهور الذين قالوا بالإعادة اعتبروا الوصف وصف نادر والوصف النادر لا يسقط الطلب هذه القاعدة عندهم أن الوصف النادر لا يسقط الطلب فقالوا معنى أنه يفقد الطهورين وهو في هذه الدنيا والماء في كل مكان فإبقى معنى ذلك أنه والطراب أيضا معنى ذلك أنه كان مسجودا لم يرد ماء ولا طرابا قالوا هذا عذر نادر ليس معمم والعذر النادر لا يسقط المطلبة فقط احتراما وتغضيصا للوقت يصلي ثم بعد ذلك يعيد وصحة أنه لا يعيد قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأصل في شريعتنا الغراء بأنه حيث ما كانت تيسير فثم شرع الله حيث ما كانت تيسير فثم شرع الله ولذلك قال لو دخل فاقد التهورين وصل فإحنا نقول له إذا وجد الماء لابد أن يخرج جرورة ممكن نجعل نجعل السؤال بعد الدرس ما تكلمناه الآن سنبين إن شاء الله أعيد السؤال بعد أن تأم الدرس لأنها صلاة غير طهارة واحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التمم إذا إذا وجد الماء وإذا قلنا أنه لا تلزم الإعادة لأن الطهارة شرط ساقط اعتباره فأشبهت الستر إذا عجز عنها فصل عريانا ثم وجد الستر في أثناء الصلاة قريبا منه وكل صلاة يلزمه إعادتها فإنه يلزم الخرج منها شف شف ألزم القاعدة كيف شف ألزم القاعدة كيف قال كل صلاة ألزمه الإعادة يلزمه الخرج منها طبعا هنا ألزمه الإعادة لأنه عذر نادر ولنها فقد الطهورين قال إذن يخرج منها أجوبا يخرج منها أجوبا قال إذا زال العذر ويلزمه استقبالها وإن قلنا لا يلزم إعادتها فإنه يجب الصلاة المتهمم إذا وجد الماء على ما مضى يعني هو قال قسمها إلى قسمين قسمها إلى قسمين الذي يصل لفقد الطهورين قسمها إلى قسمين قسم هنا القسم الأول بأنه يلجمه إعادتها أو لا يلجمه إعادته إذا قلنا بأنه أتم صلاته فاقدا للطهورين فهل عليه الإعادة أم لا يقولون نفرع إذا قلنا عليه الإعادة لأنه عذر نادر إذن واجب أن يخرج كلياتا من الصلاة يعني هو كبر فسمع خليل الماء كبر واجب عصفة أتت بتراب يخرج كلياتا دون كلام طالما ألزمه الإعادة لأنهم يعتبرونه يصلي حفاظا على الوقت والصلاة إيش لا تسقط المطالبة يبقى مع ذلك أنها لا تجزئ لأنه التأصيل العام الصلاة التي تجزئ تسقط المطالبة فلما لم تسقط المطالبة إذن لا اعتبار لها في الشر ولكن لما أدها أدها احتراما للوقت لما أدها أدها احتراما للوقت فإن قالوا عذر نادر يلزمه الإعادة قالوا وجوبا يخرج كلياتا من الصلاة وإن قالوا لا هو اتقى الله ما استطاع وصلى فاقد التوريني بنص بنص الآية فاتقوا الله ما استطعتم لا تلزمه الإعادة هنا يرجع الخلاف مرة ثانية على ما كنا في التأصيل في الجوامع والموانع يخرج أو لا يخرج والصحاب الإجماع هو الأولى وكلام من المنذر في الأوسط في الترجيح هو الأصح والأسد وكلام الشفعية أيضا خلافا للمزني أنه يستمر لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء يقول ولو يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة ليلزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصال لصلاة أو بخلاف مسألتنا يعني هو بيقول اقلب المسألة الميت بيوامم يعني الميت كان ما وجده ماء فقالوا يممه وطبعا هذه المسألة أيضا راجعة لأصل آخر ستأتي في الجنائز هو الغسل هنا للتنظيف أو للتعبد أوجه عند الفقهاء لو كان للتنظيف إذن التيمم لا ينزل منزلته التيمم لا ينظف ولو كان للتعبد التيمم ينزل منزلة الغسل لأن الله قال فلن تجد ماء فتيممه سعيدا طيبا فإن قلنا في الغالب عند الفقهاء أنه للتعبد إذن التيمم ينزل منزلة الغسل فيمم الميت فقام الرجل فصلى كبر على الميت على الجنازة فسامعوا للماء خريرا ووجدوا الماء طب وجدوا الماء هنا الآن لما وردوا الماء لابد أن تعلموا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على ميت حتى يغسل وبعضهم قال حتى يكف وهذا ليس بسديد الصحة أنه يغسل لماذا؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط على ميت حتى حتى يغسل ولذلك الشفائية يقولون وشريطة الصلاة عليه الاغتسال أن يغسل قالوا ولو وضع في حفرة لم يردوا ماء لغسله لا يصلي عليه طبعا هذه فيها نظر الضرورة قد تبيح أن يصلي عليه لأن شرط الطهارة في المصلي لا في المصلي عليه لكن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ميت قط إلا إلا وقد يمم إلا وقد غسل وكفل إلا في الشهيد والشهيد في الراجح أنه لا يصلي عليه كانت حالة خاصة بشهداء أحد تصورتم المسألة ميت يمم ما وجد الماء كبر يصلي عليه ثم وجدوا الماء قال لا بد أن يخرج من الصلاة المسألة هنا بقى ليست تابعة لمن يصلي فوجد الماء أم لا لأنه متطهر الذي يصلي الميت والميت شريطة صحة الصلاة عليه أن يكون طهرا يعني أن يغسل فإن لم يغسل يمم على على أقل جمهور الفقاء على المسألة على 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 التعبد فاذا قال لا بد أن يخرج إذا وجد الماء لا بد أن يخرج ليس كمسألتنا الآن فاصله لأن المسألة أي استدامة المسألة ليست في المصلي المسألة في المصلى عليه المسألة في المصلى عليه شريطة صحة الصلاة عليه أن يغسل لأن هذا فعل النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي حتى في الجناز فاصلوا إذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج قال فاصلوا إذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج أرأيتم يعني قالوا لا يلزمه لا يجب عليه الخروج هنا على الرواية الضعيفة عند أحمد فلا يلزم الخروج هل يجوز له الخروج وجهان أحدهم له ذلك لأنه شرع شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل وبين إتمام ما شرع فيه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل اللي هو الماء وبين إتمام ما شرع فيه كمن شرع في صوم الكفارة ثم كانت شوف هنا القياس الدقيق هو الصعي شوف على الرواية الضعيفة لما فرع يجلي لنا صحة القول بأنه إذا صلى متيمما ووجد الماء حالة كونه مصليا لا يخرج وهنا يغتفر في الإسلام ولا يغتفر في في الأصل ثاني لا يجوز له الخروج لأن ما يجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج كسائر الأشياء ولأصحاب شفايا وجهان كهذين والصحيح أنه لا يجوز له الخروج والصحيح حتى أن شفايا لا يجوز له الخروج وإن قلت لما لما لا يجوز له الخروج فإن قلت لما لا يجوز له الخروج قلنا لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم نعم وإذا رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله فإن قلنا يلزم الخروج من الصلاة فقد بطلت صلاة وتامم رؤية الماء والقدرة عليه واللزم استناف التامم صلاة هذا أثر على ما قلنا في القول الأول الذي رجحه الحنبلة في هذا الباب وارواية الأخرى هي يفافق فيها الجمهور ضعفها وإن قلنا لا تبطل صلاة واندفق وهو فيها فقال ابن عقيد ليس له أن يصلي بذلك التامم صلاة أخرى وهذا ماذا بشافع نعم لأنه رؤية الماء تبطل التامم فواجب عليه الاغتسال إن كان جنمان وواجب عليه الودوء إن كان الحدث هو حدث أصغر لأنه قد الماء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى وهذا صحيح لأنه قلنا يبطفر في الاسدامة لكن في الابتداء لا لا يبتدئ الصلاة إلا بطهارة ولو تلبس بنفلة ثم رأى ماء فإن كان نوى عددا أتى به ولم يكن نوى عددا لم يكن نوى أن يزيد عركتين لأنه أقل الصلاة على ظاهر المدهر ويقول المصانفة قوي عندي أننا إذا قلنا لا تبطل الصلاة بلؤية الماء فله افتتاح صلاة أخرى أن رؤية الماء لم تبطل التامم ولا بطلة الصلاة وما ورد بعدها لا يبطله فأشبه ما لو رأه وبينه وبين سبع بينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال المانع والصحيح الراجح أبدا لا يبتدئ بعد وجود الماء لا يبتدئ لأنه سينزل تحت عموم قول الله تعالى فإن لم تجد ماء شرطه الآن فتيممه فهنا وجد الماء فالتيمم لا عبرت به وله أن يصلي ما شاء كما لم يرى الماء هذا ليس بسديد الصحيح أنه إذا انتهى من الصلاة التي ابتدأها لا يعتبر بعد ذلك بهذا الوضوء بهذا التأمم عبره لأنه قد بطل بطل لوجود الماء عندنا العوام جميعا يقولون إذا جاء الماء بطل التأمم انتهى فقد جاء الماء بعد الانتهاء من الباب فلما جاء الماء خلاص انتهى الموضوع عندنا الآن سنن ابداود وصحة الاخرية أترك لكم دقيقتين للأسئلة فأتفضلوا كيفما شئتم للأسئلة ثم لنعرف المسألة صعبة الآن ثم إلى سنة داود ثم صحيح البخاري نختم به صادقة الفطر بإذن الله تعالى لكم ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا ترجمة نانسي قنقر